اشتركوا في القناة ويجدت على مأمونية اللقاحات المستخدمة في العراق دعت الى الاسراع في اخذها وقالت الوزارة في بيانة ان خبراء ومختصي علم الاوبئة في اللجان الاستشارية لوزارة الصحة يتابعون التدهور في الوبع الوبائي والتزايد السريع بنسب الاصابات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية واشارت الى ان الرسائل المتكررة الواردة في بياناتها السابقة ان الموجة الجديدة هي موجة غير الملقحين حيث اثبتت التقارير والبيانات الصادرة عن المؤسسات الصحية ان اغلب المصابين بالجائحة وخصوصا الذين يدخلون المستشفيات هم من الفئات غير الملقحة وهذا يتطابق مع التقارير العلمية في دول اوروبا والولايات المتحدة الامريكية حيث اكدت تلك التقارير العالمية ان اغلب المرضى الداخلين للمستشفيات هم من غير الملقحين علما ان غالبية تلك الاصابات تعود الى المتحور اوميكرون السريع الانتشار والذي يفوق معدل انتشاره بعشرات المرات المتحورات السابقة واكدت الوزارة على مأمونية اللقاحات المستخدمة في العراق حيث مضى اكثر من عشرة شهور على بدء استخدامها وتلقيح قرابة التسعة ملايين عراقي ولم ترصد لجان رصد المضاعفات الجانبية للقاحات في بغداد والمحافظات اي مضاعفات خطرة وهذا ما يدل على مأمونية ورصانة تلك اللقاحات وبالتالي نكرر دعوتنا الى الاسراع في اخذ اللقاحات الامنة المتوفرة في كافة المنافذ التلقيحية وترك التخوف والتردد من تلقي اللقاح بسبب الاوهام والاخبار الكاذبة واهابت الوزارة بالجميع بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصحية والتمسك بالاجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد البدني وتجنب الاماكن المزدحمة لحماية انفسهم وذويهم من هذا الوباء والابتعاد عن اقامة التجمعات البشرية الكبيرة ودعت الصحة كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخاصة بعدم السماح للمنتسبين والمراجعين للدخول الى المؤسسات الا بعد تلقي اللقاح او جلب فحص مختبري بي سي آر يثبت خلوه من المرضى كما دعت الجهات الساندة وخاصة مؤسساتنا الامنية لدعم الفرق الصحية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاجراءات الصحية الوقائية في الاماكن العامة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين اشتركوا في القناة